مرحبا بكم ما نستهل فقرة أقوى لصحف بهذا المقال الصدر بيومية الأحداث المغربية يقول الكاتب في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة إزالة الدعم عما تبقى من المواد الأساسية خلال العام الحالي سرعت النقابة إلى مهجمة الخطوة بقوة محذرة من خطورة تدعية ما تريد الحكومة الإقدام عليها الصحيفة تنقل ما جاء على لسان قيادين نقابيين وفي مقال آخر تكتب نفس صحيفة قرر وزير العدل والحرية مصطفى الرميد تعليق القرود الممنوحة للسكنة في إطار الأعمال الاجتماعية لقطاع العدل لفائدة منخرط جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظف العدل وحسب ما أورده بلاغ للوزر فإنه على إثر ما تنهى إلى علم وزير العدل والحرية من خرقات محتملة في تطبيق المعايير المعلنية عنها لمنح قرود السكن للمنخرطين أمر الوزير بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة ننتقل إلى افتتاحية جردة رسالة الأمة تكتب الصحيفة ما هو مصير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الفيضانات التي ضربت جنوب البلد تقول الصحيفة إن هذا السؤال يفرض نفسه بقوة داخل الساحة السياسية والبرلمانية وفي المنابر الإعلامية بعد أن كان مجلس النواب قد حسم في القضية بتشكيل هذه اللجنة النيابية لتحديد المسؤولية وجرد الخسائر وفي هذا المقال الذي تصدر صفحة الأولى لجريدة الاتحاد الاشتراكي نقرأه حصرت قوة الأمن بالعاصمة الجزائرية وهي مكونة على وجه الخصوص من شرطة مكافحة الشغب مسيرة احتجاجية أول أمس ثلاثاء دعا إليها زعماء تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي المحسوبة على المعارضة والتي حاولت الخروج في تظاهرة ضد الغاز الصخري في الجنوب موقفة بذلك عشرين متظاهرا من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذة وقد سخرت سلطة الجزائرية كل إمكانياتها الأمنية لفض المسيرة يومية الشروق تقول إن رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان كشف عن تسجيل خمسة عشر ألف احتجاج في الشارع الجزائري سنويا في مختلف المجالات الاجتماعية والنقبية والاقتصادية والبيئية ثم السياسية المصدر حذر في تصريح للصحيفة من تنامي عدد الاحتجاجات بسبب حالة الغلق السياسي والانسداد الاجتماعية في مجتمع يستهلك ولا ينتج كمقال وفي مقال أخر تكتب الشروق انتهت وقفة التنسيقية بنجحتها وإخفاقاتها ولتزال إدربة التربية مستمرة ومعها احتجاجات سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري تتسال صحيفة هل نجحت أو سهمت أحدث ثلثاء العظيم في حمل السلطة على تغيير أو على الأقل تليين مواقفها من القضايا المطروحة أم أنها زادتها تطرفا إشكالية يعالجها هذا الملف السياسي بن فليس يستنكر التطويق الأمنية لمسيرة التضامن مع سكان عين صالح عنوان مقال صحيفة الفجر جاء فيها استنكر رئيس الحكومة الأسبق التطويق الأمنية للمسيرة التضامنية مع سكان عين صالح الرافدين لاستغلال الغاز الصخرية وقال إن الحفود الأمنية كان من المفروض أن تقاوم الناهبين لمؤسسة الدولة وليس مسؤولين غيرين عن وطنهم على حد تعبيره الرياض والدوحة تنقلن سفارتيهم إلى عدن والخليج في الطريق العنوان البارز لمقال جريدة الشرق الأوسط أكد مصدر خليجي للصحيفة أن السفيرين السعودي والقطري لدى اليمن زول مهام أعمالهم أمس من مدينة عدن حيث يقيم الرئيس عبدرب منصور هادي واضف أن بقية السفراء الخليجيين سيزولون العمل الديبلوماسي من تلك المدينة الجنوبية أيضا بعد إعداد المقر الخاص بهم قريبا ماذا يعني هجوم داعش على الحسكة؟ تخصص سفير لبنانية مقالا لهذا الموضوع تكتب فيها خلفا لما أشيع حول انهيار تنظيم الدولة في العراق والشام وتخلخ لصفوفها جرأ الهزيم التي لحقت به في عين العرب جاء الاختراق المباغت في ريف الحسك الذي يقوده القيد العسكري عمر الشيشاني كي يثبت ليس احتفاظ التنظيم بقوته وقدرته العسكرية فحسب بل يعطي دليلا دامغا على أنه مازل قادرا على المبادرة والهجوم حسب رأي الكاتب وافدت القدس العربي وأن سفراء عرب في واشنطن رفضوا دعوة من السفير الإسرائيلية لحضور خطاب نتنياهو في الكونغرس حول إيران في الثالث من مارس المقبل يأتي هذا في وقت يشتد فيه الهجوم على نتنياهو من أركان الإدارة الأمريكية فقد قال وزير الخارجية جون كيري خلال جلسة استماع في الكونغرس حول ميزانية وزارته إن من يهجم الصفقة مع إيران لا يعرف تفاصيلها الحرس يتمرن قرب هرموز على ضرب حاملة طائرة أمريكية تصلط الحياة اللندنية الضوء على المنورة البحرية التي جرتها قوات الحرس الثورية الإيرانية وهي السابعة من نوعها في مياه الخليج وقد تميزت بمحاكاتها لضرب حاملة طائرة أمريكية في وقت رأى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن القوى الكبرى لا تستطيع تغيير المعادلة الإقليمية من خلال زيادة قطعها البحرية في المنطقة